بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصدقاء طلب الدبلومات الفنية النهاردة ان شاء الله هنتابع مع بعض مراجعة الرياضيات للصف الثالث دبلوم سلس سنوات. هناخد ان شاء الله جزء كبير من المنهج النهاردة. ناخد عليه مسائل ونحلها مع بعض ونشوف بتحلل ازاي. اركزوا معي عشان نقسم المنهج ان شاء الله على مراجعتين. اول مسألة اوخدها من امتحان من امتحان من امتحانات سنة السابقة او بتقول لي ازا كانت آآ سين بتقول لخمسة لسين تربيع نقص خمسة وعشرين على سين نقص خمسة عاوزناها سين تقول لخمسة لما سين تربيع نقص خمسة وعشرين على سين نقص خمسة. في المسائل زي دي اول حاجة بعمل ايه? ركز معي عشان كل اللي انا هقوله ده هتطبقه على باقي المسائل المشابهة. يعني اي مسألة مشابهة المسألة ده هتحلي بنفس الطريقة. لما تشوف كلمة اتنهج سين دي يا جماعة اول حاجة هعملها بقول بالتعويض المباشر. وبعوض عن قيمة سين. طيب اعوض بكام? قيمة سين هنا كام? بيقول لي سين تقول لي خمسة. يعني السين تساوي خمسة. طيب سين تربيع يبقى اشيل كلمة سين وحط مكانها خمسة يبقى خمسة تربيع نقص خمسة وعشرين على سين نقص خمسة طبعا نقول تها اشيل السين وحط مكانها خمسة. طيب يبقى تساوي خمسة هربع بكام بخمسة وعشرين. خمسة وعشرين منها خمسة وعشرين يبقى سفر. طيب خمسة ولاس خمسة سفر. طالما ادتني الناتج آآ سفر على سفر بكتب هنا كمية غير معرفة. غير معينة آسف. كمية غير معينة. وببدأ ألجأ للتحليل. يبقى كده. اول خطوة بعملها تعود المباشر. تعود المباشر. اداني سفر على سفر. يبقى كده هلجأ للتحليل. طيب وانت اي مسألة حالها بنفس الطريق نلجأ للتحليل مدام فرق بين مربعين يعني سين تربيع نقص 25 بفك السين كم في كم يدين سين تربيع برافو عليك سين مضربة في سين وكم في كم يدين خمسة وعشرين برافو خمسة مضربة في خمسة ومدام ده فرق بين مربعين واحدة هتبقى موجة بواحدة هتكون سالب طيب المقام ينفع يتفك لا هي سين نقص 5 هتنزل زي ما هي طبعا دي شبه دي يروحوا مع بعض يبقى يتقعد عندي سين زائد خمس هروح اقول خطوة التالتة والاخيرة بالتعويض عن قيمة سين بتساوي كام بتساوي خمسة برافو يبقى كده هتبقى بتساوي خمسة زائد خمسة بتساوي عشرة وتحلت المسألة بتاعتي يبقى خلي بقى لك لما تجيلك مسألة بالشكل ده اللي هتعمله اول حاجة بتعود تعويض مباشر يعني بتشيل قيمة سين وحط قيمتها يعني سين تربيع تبقى خمسة تربيع نقص خمسة وعشرين على سين نقص خمسة تبقى خمسة نقص خمسة هتساوي صفر على صفر طالما النتجة عندي طلع بصفر على صفر يبقى كمية غير معينة يبقى انا هلجأ للتحليل احل الفرق بالمربعين ازاي بفك السين تربيع يعني سين وسين والسالب يعني كانت موجف في سالب خمسة وعشرين كانت خمسة في خمسة بتظهر عندي بالشكل ده دي هتروح مع دي بقى عندي سين زاية خمسة يبقى كده هلجأ للخطوة التالتة اللي هي بالتعويض عن قيمة سين قيمة سين هنا بتساوي خمسة يبقى اروح اقول بتساوي خمسة زاية خمسة بتساوي عشرة وتحلت المسأل نروح نشوف شكل تاني من المسائل ونحلها مع بعض المسأل اللي بعد كده بيقول لي ازا كانت صاد صاد بتساوي ازا كانت صاد بتساوي فاتح قوس سين تربيع زاية سين زاية تلاتة الكل قوس تلاتة او جد ده الصاد على ده السين طيب في المسائل زي دي بعمل ايه في المسائل زي دي برافو عليك دي مسألة تفاضل باعتبر من القوس ده باعتبر من القوس ده كله اسمه سين تمام واعتبر ان القوس هو القيمة القوس اللي فوق السين واحنا بنحلل بنفضل السين ازاي الوس بيلفه قدام وبنقص منه واحد صح مضروف في السين طيب وانا هللي هعمله هعمل الآتي هقول ان القيمة دي هنعتبر هنقول ان القيمة دي مثلا هتبقى نون اللي هو القوس مضروف في القوس قوس من نقص واحد وانا هناك تفاضل ما بداخل القوس في تفاضل ما بداخل القوس تمام ده القانون اللي انا همش عليها هعتبر ان القوس يسليف قدام وهضرف في القوس السنون نقص واحد معنا القوس يا جماعة ينزل زي ما هو في تفاضل ما بداخل القوس سنفضل القوس هنا برا هنا يبقى كده هنساوي التلاتة هتلف قدام زي ما اتفか teveقنا مضروفه في القوس سين تربيع زاءت سين زاءت تلاتة هنا قسم من تلاتة واحد تبقى الاس كام يبقى الاس عندي بقى اتنين في تفاضل ما بداخل القوس تعال انا مفاضل كده سين تربيح تفاضلها بكام الاتنين هتلف قدام هنا قسمنا واحد تبقى تنين سين برافو زائد سين بس قلنا تفاضلها بكام في الدرس اللي فات قلنا تفاضلها بواحد طيب ينفع اضرب تلاتة والقوس لا عشان القس لكن ينفع اضربها في دو وكده هتساوي تلاتة في اتنين سين بكام برافو ستة سين تلاتة في واحد بتلاتة والقوس ينزل زي ما هو تمام وتحلت المسألة بتحتي الحد هنا والف مبروك طيب نروح نشوف مسألة تاني المسألة التالتة عندي بيقول لي اذا كانت ركز معي اخد من كل مسألة القانون اللي بنمشي به عشان تحل اللي شبه ده السين بتساوي سين تربيع ناقص سين زائد تلاتة اوجد يا عمي ده الشرطة سين ثم على فكرة مسألة دي من المتحانات يا جماعة ثم اوجد ده الشرطة اتنين قلنا في الحلقة اللي قبل كده يا ربت تسمحها ان ده الشرطة سين معناها تفاضل والمشتقة الاولى معناها تفاضل وده الصدع على ده السين اللي في المسألة اللي فاتت دي معناها تفاضل طيب انا مطلوب مني دلوقتي عاوز ده الشرطة سين يعني افاضل لايه القيمة العطالة دي وده الشرطة اتنين يعني بعد ما افاضل عاوض بقيمة اه السين اللي هي كام هنا اللي هي اتنين برافو عليك يبقى انا كده راح اقوله ده الشرطة سين بتساوي افاضل دول كده سين تربحت تفضلها بكامل. اتنين تلفه قدام. برافو عليك يبقى hol25wwww برافو. انا قلنا انا سين بس تفضلها بواحد طب التلاتة تلاتة قلنا مبارح برضه رقم صحيح. والرقم الصحيح تفضله بكام? تفضله بسفر بانا كده خلصت. بانا كده فضلت. تاني السين تربيح تفضلها الاتنين تلفه قدامتوا تبقى ثانية اثنين وبناقص من الاتنين واحد و نقص اللي مش هيتكتب. كده انا جبت نص المسألة الاولاني اللي هو كان اللي هو ايه ده الشرطة سين. طب انا عاوز كمان ده الشرطة اتنين. اراحقول ده الشرطة. اتنين بتساوي. اعاود عن قيمة سين بكام باتنين? يبقى اتنين مضروبة في اتنين ناقص واحد. يبقى هتساوي. اتنين في اتنين بكام برافو باربعة اربعة ناقص واحد هتساوي تلاتة وكده المسألة بتاعتي اتحلت. طيب كده شفنا مسألتين مسألة نهايتها ايه? ومسألتين التفاضل. طيب نشوف المسألة اللي بعد كده. ركزوا معايا كل اللي احنا هناخده ده. بنراجع على جزء جزء من المنهج بمسألة واحدة وان شاء الله نكمل المنهج كله مع بعض. بيقول لي جسمي بيتحرك في خط مستقيم. الجسم بيتحرك في خط مستقيم. فيقطع مسافة فيه بالسانتي مسافة فيه بالسانتي. يبقى هو كده. اعطيني المسافة. بيقول لي فيه بتساوي. نون. قس اتنين نقص تلاتة نون زائد خمسة. تمام? اوجد سرعة الجسم. عاوز سرعة. وعجلة الجسم. وعاوز جيم. كمان بيقول لي بعد اتنين ثانية. يبقى كده اعطيني نون بتساوي كام اتنين. طيب بعد ما صلى الله عليه وسلم. لما يديني مسألة زي كده. وعاوز المسافة. خليك فاكر اللي انا هقوله ده. لما يديني المسافة وعاوز السرعة. وعاوز العجلة. يبقى انا ماشي في النحية دي كده هفاضل. هاعمل. تفاضل. طب لو اعطيني العجلة وعاوز السرعة وعاوز المسافة يبقى انا همشي كده بالعكس. يبقى هاعمل ايه? تكامل لان التكامل هيعمل العملية عكسية هو عملية عكسية للتفاضل خليك فاكر الحتة لعشان متنساش يبقى لو عاطيني المسافة وعاوز السرعة هعمل تفاضل ولو عاطيني السرعة عاوز العجلة هعمل تفاضل لكن لو عاطيني العجلة وعاوز السرعة او المسافة هعمل ايه تكامل طيب نبدأ نحل كده عين يا جماعة بتسوي ايه هو عاوز اقول حاجة عين عين خليك فاكر بتسوي ده الفاه على ده النون يعني تفاضل معادلة المسافة طيب يبقى عين بيتسودر فيها على ده النون يعني تفاضل معادلة المسافة. طيب ابقى فاضل معادلة المسافة. نون تربيع بكام? تفاضلها بكام? برافو. النون تربيع اللي اتنين تلف قدام تبقى اتنين نون. ناقص التلاتة نون. النون قلنا اي رأى اي قيمة كده هتبقى بواحد. لو سين صادعين لم ترامها فاضل يبقى كده دي قيمتها واحد واحد في تلاتة بتلاتة زيها زي سين هعملها زيها زي سين بزر. الخمسة رقم صحيح مالوش تفاضل او تفاضل بصفر ومش اكتبه. طيب برافو عليك. طيب هروح بعد كده. اه عمرك سمحت عن سرعة عربية او متسكلة باسمها اتنين نون ناقص تلاتة لا. دي لازم اطلع لها قيمة. طب اطلع لها قيمة زي اعوض عن قيمة نون. قيمة نون كام? باتنين. يبقى اتنين في اتنين ناقص تلاتة. ناقص تلاتة. يبقى اتنين ناقص اتنين. اه اتنين في اتنين ناقص تلاتة. اتنين في اتنين بكام باربعة. اربعة منها تلاتة واحد. يبقى واحد اه? متر لكل شاني. متر على الثانية. لان هو هنا اعطيني القيم اه فيه. اه لا بسنتيمتر معيش سنتيمتر. لانه اعطيني القيم بالسنتيمتر. طيب العجلة بقى. العجلة بتسوي ايه بقى? العجلة زي ما قلنا ان عين بتساوي ده الفية على ده النون. لا العجلة بتساوي ده العين على ده النون. يعني هفاضل معادلة السرعة. فين معادلة السرعة دي اهي اللي انا جبتها دي. على فكرة ده ده مساء امتحان ومساء امتحان بتكون سهلة جدا. طيب اروح افاضل معادلة السرعة كده. اتنين نون تفاضلة بكيان برافو عليك باتنين لان النون تفاضلة بواحد واحد في اتنين باتنين والتلاتة رقم صحيح تفاضله بصف يبقى كده العجل على طول بتساوي اتنين سنتيمتر لكل ثانية تربيع وتحلت المسألة آآ بتاعتي. اتمنى يكون الحصة بتاع النهاردة افادتكم او فهمتم منها حاجة. شكرا لكم ان شاء الله نتقابل في المراجعة الجاية. آآ استنونا وعملوا اشتراك للقناة وفعلوا زر الجرس علشان نقدر نساعدكم اكتر واكتر. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة